سارة من ليبيا سارة من ليبيا تقول الإنسان إذا احتجم بعد الحجامة هل يغتسل مثلا لأجل الصلاة أم يتوضى أخت الفاضلة سارة من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لمن احتجم بعد الحجامة ليس هناك اغتسال لا يغتسل وإنما يمسح المكان الذي خرجت منه الدماء من أثر الحجامة خرجت منه الدماء من أثر الحجامة وأما قضية هل يتوضى فمن أهل العلم ذهب إلى أن الدم الخارج هذا ناقض للوضوء ناقض للوضوء ولذلك يتوضى ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا الدم الخارج من أثر الحجامة لا ينتقض به الوضوء ولذلك ليس هناك حاجة إلى الوضوء لكن الخروج من الخلاف مستحب ولذلك المحتجم إذا انتهى من الحجامة مسح المكان حتى يزيل أثر الدم ويتوضى لأصلة ترجمة نانسي قنقر